السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبي متابعين الزراع. اهلا بكم. النهاردة زي ما احنا شايفين ده معانا اه قوز ليف او صمر كتيف تقاوي. اه طبعا لازم نعلمه بحقيقة كده عشان اه واحنا بنقطع ساعات الواحد ممكنين سوى اللي حاجة ويقطع معا. طبعا مصافات يا جماعة الناس بتسهلن كتير. طبعا مش زال علو في السنة دي. اه ده صديقي يعني او جاري. اه على طول يعني بيبعت لي ان انا بص على على الليف عنده. فزي ما احنا شايفين. طبعا لازم يكون صمرة الليف من فوق زي تحت. شايفين يا جماعة? شايفين من تحت? زي فوق. بمعنى يعني انا ما كونش عندي الكوز رفيع او من فوق. وادخين او من تحت. واقول لك ينفع على تقاوي. لا ما نفعش. في كيزانة اكبر من كده يعني في اكتر من كده في متر وشوية كبان. لكن اهم حاجة تيلة. ومش بالكوبرة يا جماعة. مش بالكوبرة صمرة الليف. اهم حاجة تيلة مدام كويسة. لو لغاية خمسين او ستين سنطي ده منتاز جدا. وسعر زي المتر. ممكن يبقى متر ولا متر وعشرة طوله. ولكن التيلة بتاعت وضعيفة. مفهوش تيلة متماسكة. لان اه اهم حاجة التيلة زي ما نتكلمت. والصوبر والملح. النشادر. اه هي دي طبعا اللي بتخلي التلاتين شاف معنا. اهو زي ما احنا شايفين. اه طيب اعرفوا ازاي لما يجي طيب ناس بعتين لي. طيب بلاقي العنق من فوق من هنا كده جماعة بتده يصفر. يعني يعني العنق من فوق من هنا كده بيبتده يصفر هوا. من هنا كده شايفين? ده اول نقطة بتصفر في الكوز الليف. هنا كده بالعنق بتاعه اللي جيم الشجرة. بيبتده يصفر. بعد كده بيبتده يد صفر وهو نازل. ده زي ما احنا شايفين هوا. شوف يعني اه كده اعتبر اه تلته متماسكة جامد. يعني معده عدف القطعية. المفروض الناني لو انا بقطع اه ما سيبوش اه يصفر او كده. اول ما يدي اللون الخفيف ده اهو. لا صفر فاتح ده اهو. ابتدي انني اعرف ان هو كده استوى. لان شايفين معنا. ده ده هاخدر اهو. ده استوى. شايفين ده استوى يا معا. ده ناشف اهو. اهو. بس شايفين اللون ده من اللون ده. يعني اللونين ده منقرن كده الاتنين جيما ببعض شايفين اهو. ده اصفر خلص اهو. وده ازرق بالشكل اللي انتم شايفين. طيب اول ما بتدي يصفره من عندي لو انا مش عارف. انا طبعا بعرفه لو مجرد ما بنمسكه كده وانه الا ايه ناشف بعرف ان هو استوى. يعني ما اتكي عليه كده في الفواصل دي. بس ليه طريقة تكية معيانة عشان لو طري والتكية التكية دي سابعك ما كان ما تكيت بيضرب. بيعمل بقع كده بني في صمرة الليف حتى بعد ما بتتعطن وتطلع او تتحط يعني في المية والايش هاري تتشال من عليه تلاقي الليفة معانا من جوة فيها بقع عصو ده فيها بقع عبوني كده. ده من مكان الصابع. فانا باجي في الفواصل ده هو هو عمل مربعاته مضلعة مضلعة باجي في الفواصل ده كده هو التكية. مجرد ما باقت الفواصل ده هو اه ابتدي طرقع ما زي العيش الناشف كده ما بتجي الطرقع عيش الناشف كده هو معامل تكية كده تعرف ان هو استوى معان. انا ما باقتش عليه. بس مجرد ما بنمسكه كده بعرف من بعيد بعرف شكله ازا كان الاستوا او مستواهش. يعني لزي ده كده لسه مستواهش. ده طار لسه. اهو. شوف انا انا شاورت عليه من بعيد والله ما شفته. بص يا جامعة. شايفين? بص اه. شايفين بيكزب اللوب بيعمل ازاي? بص بيعمل ازاي? زي الاسفنجي. شايف الاسفنج? اهو. اهو. منفعش اتكي عن كده. يعني ممكن اتكي جامد وصابع هيخش جواها هيعلم. فعشان كده انا بقول بلاش حكاية التدكية دي. احنا اللي مش عارف خالص وزارع اول مرة اول ما يلاقي العنة منفوق من هنا. ابتدى يصفر يعرف ان هو كده استوا. عايز يمسيكي برضو برفقه كده. لاناشف يضغط. لاتاره ما يتكياش خلاص. مجرد بص حاجة زي ما يكون ايه بتحسس على حاجة خفيفة خالص. اهو. ده بيكون لسه مستواش. ده استوى معان. اهو. ناشف اهو. بص يا جماعة. ده ناشفة. اهو. بيعمل ترجعة بتتكي في الفصل ده كده اهو. بيعمل صوت في الفصل ده كده. اهو. سمع? اهو. التكي يا دي الترجعة اللي في الفصل دي. ما تعملش حيا يا جماعة. ما بتزعلش الكوز. اما حاجة في الفاصل اهو. في الفاصل ده اهو. في الفاصل ده كده. اهو. شايفين يا ما? اهو. لان الفصل ده بيكون مفرغ ما بيكونش في تيلة. عشان كده انا بقول لو حبنا نتكي عليه ونختبره بنعمل التكي الخفيفة دي. اهو. زي ما احنا شايفين. طبعا احنا كده في شهر احداشر. هو بشطب معنا ابتدى اول ما بيجي الشتة. ابتدى بقى العلشين شاف. هون. وابتدى البيضة او النفاقة زي ما احنا شايفين النفاقة بقى طبعا بهدلوته السنة دي. يعني اجار بصراحة مهم. شايفين النفاقة? انا كنت زاره وماكنش عندي كده بالطريقة دي. وهتشوفوها عندي على القناة. شايفين يا جماعة? اه. شوف المنزر شوفوا النفاقة عاملة ازاي? كالة الورقة. وطبعا نعيش بقى ابتدى ينشف معنا. اول ما بيجي يطلوا الشتة. بيبتد ينشف. بالشكل ده اول. طبعا اه نحاول نبدر بيها بالزرعة شوية يا جماعة. نبدر شوية في شهر اه خمستاشر تلاتة. في مش هينفى. كل ده مش هينفى. اه. وطبعا هامل فيه شايفينه الدبور يا جماعة? دي لدى الدبور اهي. اهي. دي لدى الدبور. لو عملنا كده هتلاقي لونه من جوة في حتة بونك. اهو. شايفينه يا جماعة? وصل الجوة ازاي? اهي. دي دبور. ارص الدبور. طبعا ومهمل جامد. الواحد الحمد لله ما كانش الحاجات دي بتوصل عنده. يعني من لما كان يبقى في حكاية الدبور دي او يقرص او كده. نعم. ده يا جماعة كده متساب تقاوي. ده انا هحجزه ليه من عند ان شاء الله هزرع منه ان شاء الله طبعا طلطة متماسكة. بس هنسيبه شوية كمان ينشف. عشان يدي اللون البن ده هو. ده بتده ينشف اهو. تمام? احنا كده عرفنا التقاوي لازم نسيبها تنشف على بوه. ما نفعش اقطعه. واقول لا ينفع لأ. لازم اسيبه ينشف على بوه جماعة. ينشف. يدي اللون الغامق. يدي اللون الغامق اللي شبه اللي شبه الورق. هندي ينشف شبه الورق دي وهي ناشفة كده شايفين دي بون غامق اهي. ليبه اللون ده كده. اهو. ممكن انا عايز اقطعه. هستطيع مسلا كمان اسبوع لحاجة. بس لازم افضل بزور عشان ما تزرحش. لو قطعته هو هو كده ما بين الناشف وما بين اللي اغضر في الوقت اللي هو في ايدي وسبته بزور جواه هتزرع يا جماعة. لا دي برضو معلومة. لازم لو انا قطعته قبل ما ينشف ويخش بجامد معي ويبقى ناشف. لو قطعته قبل المعدة كده افضل بزور منه. طيب لو قطعته ناشف زي الخشب كده يا ابو سيبته لما ناشف خالص على ابوه. ايه اللي يتم? لا قاعدة اسيبه متخزن في كوزه. بزور جواه زي ما هو. لغاية السنة الجاي ان شاء الله. شهر تلاتة نبتدي ان احنا نفتحه من تحت. بيبقى في قومة تحت اهو. اهو. دي مكان الزهرة بتاحت اول ما بيطلع. اهو. بعد كده ايه بشيله القومة ده اهو وبخبط عليه. كل البزور اللي جواه. بتنزل معان. كل البزور بتنزل معان. تمام? طبعا انا عملت فيديوهات على البزور بتاعته. وازاي ان انا اختار اه اه صامرة ليف اسيبها تقاوي. بالشكل ده اول. طبعا ما نفحش ان انا مسلا ناجي على كوز زي كده. مع وج واسيبه تقاوي. شايفين ده فيها اهو. معانا ده برضو. شايفين يا جماعة? شايفين تخين من تحت. وارفايع من فوق. بص المنظر اهو. ده ما نفحش تقاوي جماعة. ده ما نفحش تقاوي اهو. اهو. طبعا اه احنا زرعين تقوم اهو. اهو. صاحب زرع تقوم اهو. التقوم ده اهو. زرع دلوقتي. اول ما بتدي اللي هو في شطة. بوطلح كلها تقول الحمد لله. اهو. طبعا التقوم ده مفيد للنماتودة. لان الليف بيجيب نماتودة في الارض. شايفين الجزور دي? الجزور بتاع الليف دي. اهو. البزور بتاع الليف دي. تمام? البزور دي الجزور بيجي لها نماتودة. بيجي لها نماتودة وعفى الجزور. عشان كده انا بقول. اه التوم ده مهم جدا. ان احنا نزرعه تحت الليف. عشان ده كويس للطربة معنا. وكده كده الارض هتفضل باير لغاية ما نيجي نزرع في شهر. اه تلاتة فبتتزرع اه في الوقت ده كده في ناس بتزرع امح. وفي ناس بتزرع اه فول. وفي ناس بتزرع اه توم. على حسب. اه كل واحد طبعا زي ما هو عايز. وفي ساعة ناس بتسيبها بعيدة. طبعا جرجير. وبضر في قلبه جرجير كده في وسط الطوم معنا. اه يا ريت سيدنا اللي ما اشتركش في القناة اول مرة يشوفنا يدعمنا بلايك واشتراك عشان كل الفيديوهات توصل كل الناس وكل يستفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.